نعرف حضراتكم انه يعني تقرر اجراء قرعة كأس الامم الافريقية لكرة اليد يوم 15 نوبمبر الحالي ان شاء الله الجديد بذكر ان البطولة دي هتقام في مصر خلال الفترة من 19 ل 29 يناير 20 24 بمشاركة 16 منتخب ال 16 منتخب دور هيتقسموا ليه 4 مجموعات كل مجموعة هتضم 4 منتخبات تلعب مباريات الدور الاول بنظام دوري من دور واحد يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة الى دور التمانية وابتداء من الدور الربع النهائي حتقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى بلوغ المباراة النهائية وطبعا يتأهل المتخب الفائز بكأس الامم الافريقية مباشرة الى دورة الالعاب الأولمبية باريس 20 24 وطبعا منتخبنا هو حامل اللقب في اخر نسختين تونس 20 20 ومصر 20 22 وبإذن الله بإذن الله نقدر نحصد لقب هذه البطولة كمان عشان يعني تنضم البطولات اللي احنا فوزنا بيها في الفترة الاخيرة يا مساهل الحال منتخب اليد عندنا من المنتخبات القوية اللي فعلا فيه كمان تطوير ملحوظ جدا في الأداء والفنيات بتاعتهم وفيه الأسماء الموجودة كمان في هذا المنتخب والأعمار كمان في المنتخب متفاوطة يعني عندك جمعة ما بين الأعمار الصغيرة والخبرات الموجودة كمان فده ميكس بيبقى كويس جدا كمان على المستوى الفني والبدني فبالتوفيق ليه ومحلو جدا إن هي كمان معمولة أو مقامة في مصر بتاعتهم ده بنديك رادت أكبر إن أنت فرصتك كمان تكون يعني أفضل لو فعلا قدرت تفنين إن أنت تتحقق ده على الأرض الملعب